أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية تجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية لا سيما في مجال استزراع الأحياء المائية لرفع مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وتنفيذا لتوجهة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح معالي أن الحكومة والتزاما بما ورد في برنامجها للأعوام 2023-2026 ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراع النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الانتاج الغذائي جاء ذلك لدى تفضلي معالي بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظات الجنوبية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بزيارة إلى المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الروبيان للمستزرع والذي يعد أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة الشؤون البلديات والزراعة والقطع الخاص والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محلية وأشاد معالي الشيخ خالد بن عبدالله لدى تفقده المشروع بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وانتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة ووجه معالي وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزافة الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون علاوة على إسهمها في تاحة الربيان طوال العام دون تأثوره بمواسم الحظر وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأحيا معاليها القائمين على هذا المشروع راجيا لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفض السوق باحتياجاته من الربيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محلية واثنيا في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لسعادة وزير الشؤون بلديات والزراعة وجميع متسبي الوزارة في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى رفع الطاقة الانتاجية من الغذاء السماكي في المملكة من جانبه أكد وزير الشؤون بلديات والزراعة مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السماكي بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي المهم لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة